اشتركوا في القناة وذلك في صرح ميثاق العمل الوطني وجامعة البحرين بمشاركة كبار المسؤولين بالوزارة والاف الموظفين والطلبة والطالبات من المدارس والجامعات الحكومية والخاصة اليوم احنا كوزارة التربية والتعليم منذ الصباح الباكر كان هناك نشاطا كبيرا داخل هذا المبنى ومن حيث مشاركة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل عام سوى كانت حكومية او خاصة وتكلل ذلك بمسيرة وطنية ساروا فيها ابنائنا الطلبة حاملين علم مملكة البحرين يتزين ايضا بصورة جلالة الملك حفظه الله ورعاه التي رفعت وايضا هي مرفوعة دائما وفي القلوب باذن الله اليوم ايضا كان من ضمن الاحتفالات اني اكرم طالبتين تم ولدتهم في يوم التصويت على الميثاق واولياء امورهم الكرام اطلقوا عليهم اسم ميثاق فاليوم كرمناهم ايضا بهذه الذكرى الوطنية وشهد الاحتفال الذي استمر من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية المتنوعة ومنها كرنفال للسيارات التي تم اعدادها من قبل عدد من المدارس والجامعات اضافة الى مسيرة طلابية انطلقت من جامعة البحرين وصولا الى صرح الميثاق وبطولة لاختراق الضاحية وبطولة لالعاب القوى لطلبة المرحلتين الاعدادية والثانوية وبطولة في كرة القدم للمرحلة الثانوية ومسابقات رياضية متنوعة للطلبة ذوي الاعاقة انا فخورة وايد ان انا اول واحدة سموني ميثاق وشعوري لا يوصف وانا احتفل اليوم بميثاق العمل الوطني كما تضمنت الساحة الخارجية لصرح الميثاق العديد من الاركان الفنية والتراثية ومنها ركن البحرين قديما الذي استعرض من خلاله الطلبة جوانب من تراث البحرين من خلال عرض الاسواق الشعبية والحرف والالعاب والازياء والاكلات الشعبية وركن البحرين حديثا الذي قدمت من خلاله المدارس افرز انشطتها التربوية المنفذة ضمن مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الانسان وتم من خلاله استعراض عدد من انجازات مركز رعاية الطلبة الموهوبين وادارة التربية الخاصة مع تغديم مشروعات علمية لعدد من طلبة الجامعات اضافة الى ركن العالم في وطني الذي استعرض من خلاله الطلبة فنون وعادات وتقاليد الشعوب فضلا عن اجتمال الحفل على انشطة للرسم وفعاليات موسيقية مسرحية الحمد لله ان اهلي سموني ميثاق وكلنا اليوم نحتفل بميثاق العمل الوطني ونحتفل بعيد ملاري ويوهم هذا وقد قام سعادة وزير التربية والتعليم بتكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في مختلف فعاليات الاحتفال كما قام بتكريم الطالبتين ميثاق سيد عباس وميثاق ابراهيم علي التين ولدتا يوم التصويت على ميثاق العمل الوطني ترجمة نانسي قنقر